موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم دراك كارد الحقيقة أنا سعيد جدا بتفاعلكم معي وتشجيعكم لي وإن شاء الله بالتفاعل والتشجيع ده مكملين مع بعض عشان نشرح جميع الأدوية اللي فطننا العربي كنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن دواء الزنتاج وكان سؤال الحلقة اللي فاتت بيقول أذكر استخدامات دواء الزنتاج ذكرنا ست استخدامات في الحلقة اللي فاتت حنقولهم سريعا أول استخدام لي بيستخدم في الجيرد الجاسترو اسوفيجي رفلاكس ديزيز وشرحناها بالتفصيل تاني استخدام في الهارت بيرن والإنديجيشن حرقان المعدة وعصر الهضم والاستخدام التالت في البيبتيك ألثر قرحة المعدة والرابع فيه الستريس ألسر والخامس فيه مرض اسمه الزولينجا الإليسون سندروم وشرحناه بالتفصيل وكمان بيستخدم فيه الانافيلاكسز اللي هي الحساسية الشديدة اللي ممكن تؤدي إلى الوفاة اللي قدر الله والنهارده بقى جمعتنا مع كارت دوائي جديد والكارت رقم 17 وحنتكلم على المسكن السحري مسكن البروفين اللي بيحتوي على مادة فعالة اسمها ابيوبروفين اللي بتتبع مجموعة اسمها انسيدز يعني non-steroidal anti-inflammatory drugs يعني أدوية مسكنة ومضادة للالتهاب خالية من الاستيرويدز يعني مفهاش كورتيزون الدواء ده بينزل بعدة تركيزات وعدة أشكال صيدلانية بينزل بتركيز 200 ميلي جرام حبوب كوت التابلت وبينزل بتركيز 400 و600 برضه زي اللي في الصورة و800 ولكن بيكون ممتد المفعول وبينزل بتركيز 600 ولكن على هيئة حبيبات على هيئة جرانيولز بحيث نحطها في المية ونشربها وبينزل على هيئة شراب للأطفال بتركيز 100 ميلي جرام تعالوا نشوف استخدامات دواء الإبيوبروفين أو البروفين الاستخدامات المختلفة وهو إن جنرال بيستخدم كمسكن يعني بيستخدم لعلاج الألم مثل ألام الأسنان الدنتل بين ومثل ألام الظهر الباكبين ومثل الصداع الهدك كمان بنستخدمه كخافة حرارة وبالأخص كمان في الأطفال في الفيفر وبيستخدم في السيدات لألام الطمس اللي بنسميها ديسمينورية وبيستخدم في كبار السن في حالات الأستيروسريتس اللي هي التهاب المفاصل وبيستخدم في الروماتويد أرسريتس جرعات دواء البروفين جرعاته بتتراوح ما بين 200 ميلي جرام إلى 800 ميلي جرام كل 6 ساعات وأقصى جرعة لي في اليوم هي جرعة 3200 ميلي جرام لكن طبعا جرعته مختلفة في الأطفال وهي بتكون 10 ميلي جرام لكل كيلو جرام في الجرعة الوحدة وبيتاخد في كل 6 إلى 8 ساعات يعني 3 مرات أو 4 مرات في اليوم تعالوا ننتقل ونشوف أعراض الجانبية لدواء البروفين ولكن حابب قبل ما أقول الأعراض الجانبية أقولك أن حلقات دراج كارد موجودة في شكل بلاي لست جاستريك بين بيعمل ألم في المعدة وتاني عراض الجانبية أنه ممكن يسبب راش طفح جلدي وتالت عراض الجانبية أنه ممكن يعمل نوزيا وفوميتينج وغسيان والتلت أعراض دول الحياة مشهورين جدا عند مرضى كتير فلذلك في ناس كتير ما بتحبش تستخدم دواء الإبيوبروفين والعرض الجانبي الأخير أنه ممكن يعمل أكيوترين الفيليار يعمل مشاكل في الكلاة بالأخص لو كان الكلاة فيها مشكلة سابقة أو المريض أثناء فترة العلاج ما بياخدش كميات سوائل ومية كويس ننتقل بقى إلى الورنينج والبريكوشن المحاذير الخاصة بهذا الدواء ولكن سأذكرها لكم بعد الفاصل رجعنا من الفاصل وحابب أقولك أن الدواء ده زي ما هو دواء O2C يعني يطلع بدون وصفة طبية ولكن الدواء ده ليه مخاطر ومحاذير كتير لازم نكون واخدين بالنا منها أن أول حاجة أن الدواء ده ممكن يعمل يزود مشاكل في القلب بيزود خطر الإصابة بالأمراض القلبية مثل الجلطات وخلافه وبرضه بيسبب مشاكل في المعدة وممكن يعمل نزيف في المعدة وأيضا بيعمل مشاكل في الكلاة زي ما ذكرنا وممكن لقدر الله يؤدي إلى حدوث فشل كلوي وأخيرا أن الدواء ده غير مفضل للمرضى اللي بيعانوا من الأزمة لأن بيزود موضوع الأزمات الربوية وبيزود من حدتها أيضا بعض الملحوظات عند دواء البروفين وهي ملحوظة وحيدة ومهمة جدا أن الدواء ده يفضل أنه يتاخذ بعد الأكل عشان نتفادى الأعراض الجانبية اللي احنا ذكرناها مثل الإيبيجاستريك بين والنوزيا والفومتينج تعالوا ننتقل ونشوف مسائل الدواء ده في السوق المصري وعندي أشهر ثلاث مسائل هو دواء الماكروفين تابع شركة جالاكسو ودواء البروفينال تابع شركة جيلفار ودواء فلاموتال تابع شركة جلوبال نابي نيجي لآخر فقرة في حلقتنا وهي فقرة الواجب وسؤالنا النهاردة بيقول أذكر أربع محاذير لدواء الإيبيوبروفين في النهاية ما تنسوش الشير وأي سؤال أنا تحت أمركم اكتب سؤالك في كومنت على الفيديو حجاوب عليه في أسرع وقت ممكن ما تنساش بقى لو أنت عايز تتابع المزيد من الحلقات أن أنت تتابع قناتي على اليوتيوب وكذلك تقدر تتابعني على صفحتي على الفيسبوك اللي اتنين باسم دكتور حازم منير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته